كثير من القوى السياسية وكثير من الثوار والمعتصمين معترضين على خريطة الطريق اللي قالها المجلس العسكري بأنه هو يسلم السلطة لسلطة مدنية قبل 306 وبناء عليه فيه اختلافات في وجهات النظر في إمتى ممكن يسلم السلطة وبناء فيه كثير من اللي حضراتكم شفتوه في الأيام اللي فاتت المظاهرات في مدان التحترير والاعتصامات ومشاكل اللي حصلت وزاد عليها طبعا مشكلة اللي حصل المسبحة اللي حصلت فيه استاد بورسعيد النهاردة في كل الصحف الرسمية قرار يوم 10 مارس فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية طبعا أكيد بموافقة المجلس العسكري هل إن أنا أفتح باب الترشح يوم 10 مارس هل ده معناه والمدة 3 أسابيع هل ده معناه إن التاريخ بتاع تسليم السلطة بقى أقل يعني هيبقى قبل مثلا شهر 6 هل هيبقى في شهر 5 هل هيبقى في شهر 4 هل ده وارد ولا 10 مارس ده فتح باب الترشح لكن برضو هنوصل لغاية 30 أو قبل 30 ستة عشان أسلم السلطة أسئلة كتير حوالين هذا الموضوع معايا الأستاذ طلعت إسماعيل نائب رئيس تحريج جريدة المشهد الأسبوعية صباح الخير يا فن صباح النور أحمد مشرفنا يا فن أهلا سؤالي واضح طبعا هل معنى إن أنا بقى عندي النهاردة 10 مارس فتح باب الترشح كنت فاكر وأتمنى إن يكون اللي أنا فاكره صح إن أنا معناها إن أنا قللت الفترة لغاية 30 ستة هل ده صحيح ولا غلط القرار غير واضح في هذه المسألة يعني إحنا دلوقتي عندنا معاد لفتح باب الترشح ليس لدينا موعد محدد للانتخابات فبالتالي كل الأوقات مفتوحة حتى 30 يونيو يعني ربما يكون باب الانتخاب بعد أو الانتخابات نفسها أو الصندوق نفسه اللي سيزب إليه الناخبين هو في يوم بعدها 3 أسابيع أو 4 أسابيع لكن ربما ينتظر إلى يوم 28 يونيو يعني كل التوقيتات مفتوحة القرار لم يذكر موعدا محددا لإجراء الانتخابات وبالتالي فتح برضو باب عدم الرضا عن محاولة تقصير الفترة الانتقالية للناس كلها بتطالب بيها يعني السوار المجلس للشارك طرح القوى السياسية قدمت بعض الاجتهادات لكن هذا القرار لم يقفل باب الجدل حول تسليم السلطة في موعد نقلل الفترة الانتقالية اللي احنا بتكلم عنها أستاذي العزيز أو ضيفي العزيز أستأذنك تعالي نفكر مع بعض لأن أنا أريد الخبر عشرة مارس ولمدة 3 أسابيع هل لمدة 3 أسابيع دي معناها إيه؟ يعني أن أنا أفضل 3 أسابيع مستني اللي عايز يرشح نفسه رياسة الجمهورية يفضل 3 أسابيع مستني؟ لا مش السنة 3 أسابيع يا ربو 3 أسابيع كما نفهمها الناس تقدم فيها باب الترشيح أنه ممكن أقدم النهاردة أوراقي ممكن أوراقي غير مكتملة ممكن واحد لآخر مدى زي أي انتخابات بتتم يعني بيعطي مدة زمنية لتقدم المرشحين أو اللي هما راغبين في الترشح بيعطيهم فترة زمنية لحسم أمرهم ربما يجي في واحد قبل 3 أسابيع بيوم واحد أو بساعات قبل إغلاق بابل فتح باب الترشيح ويقدم أوراقه يعني بدي مهلة لاستكمال أوراق ربما يروح فيه جوانب إجرائية هي ربما 3 أسابيع دول هما المقصود بهم فيه طعون فيه كذا ربما تكون هي ما هو مقصود لكنه ليس بالضرورة أنه هذا الكلام أنه هو يعني أعطاء انتخابات بعدين بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو ما إلى ذلك طيب مين المرشحين لحد دلوقتي أو المحتملين لرئاسة الجمهورية؟ يعني ما هو مطروح في الإعلام خلال الفترة اللي فاتت يعني نقول أكتر من ستة أشهر يعني على الأقل يعني هناك يمكن سبعة أسماء رئيسية وأسماء أخرى ربما تكون مجهولة بالنسبة للمشحين أذاك عندك فكرة حد دلوقتي كم عدد؟ يعني أنا الآن ممكن أذكر أن في سبعة أسماء رئيسية منهم السيدة عمر موسى منهم الدكتور عبد المنع مجول الفتوح منهم حازم أبو اسماعيل الأستاذ حازم أبو اسماعيل منهم الفريق حسام خير الله الفريق أحمد شفيق منهم يعني حمدين صباحي يعني هذه الفريق علي محمد علي بلال أو اللواء محمد علي بلال أتذكر رتبة تحديدة دي الأسماء الرئيسية اللي هي طرحت نفسها وربما تحركت وفي الفترة اللي فاتت على أنها تقدم نفسها للناخبين باعتبارها مرشحين محتملين هؤلاء ربما هما اللي سيكونوا يتصدروا المشهد خلال الفترة القادمة وربما نفاجأ بأسماء جديدة ربما يعني بعض القوى السياسية اللي هي مطروحة أو يعني مسكة بنصية العمل السياسي الآن لم تقدم مرشحين يعني واضحي الأسماء لكن ربما تفاجئنا يعني لجماعة الأخوان المسلمين على السمين المساء لغاية الآن بتقول أن أنا مش هققدم مرشح لكن ربما نفاجأ بأنها تقدم أحد مرشحيها يعني في كلام آخر يعني ببعض الناس على أنه في صفقات ربما تتم أو توافقات ربما تتم الطرح اسم المستشار الخضيري يعني بس هو الرجل لم يبدي حديثا في هذا الشأن نعم بعض الأقويل بتقول أنه هيفتحوا باب أنه هو ممكن مجلس الشورى يقدمه ناس ترشح نفسها لرئاسة الجمهورية عضاء من مجلس الشورى؟ لا يعني هما يرشحوا ناس ربما لا ما فيش هو المجلس العسكري المرسوم اللي أصدره بتاع الانتخابات قبل أسبوع أو ما إلى ذلك الكلام واضح من هو المرشح ومن سيرشح هو في مرشح شعبي يعني يستحوذ على 30 ألف صوت من 15 محافظة أو يمثل الأحزاب لها نائب على الأقل أو أنه يجمع توقيعات عدد من النواب من مجلس الشعب أو الشورى لكن أنه مجلس ما يقدم ورشح ما هذه لا أعلمها على الإطلاق يعني لم أطلع عليها ولا معتقدش في النظام الانتخابي هذا هل تفكرني بعد إذنك بالشروط الخاصة للترشح لرئاسة الجمهورية؟ إحنا يعني طبعا كل شروط كتير من الشروط أولا يكون من مصري الجنسية من أبوين وجدين مصريين اللي ما كونش متزوج بأجنبية يكون السن في الاربعين عاما يكون يعني معلوش أحكام سابقة مقابل الخدمة العسكرية يعني هذه هي الشروط العامة يعني هالي الأسامي اللي مترشحة لحد دلوقتي أصغر واحد فيهم عنده كم سنة؟ أصغر واحد فيهم ربما يكون حمدين صباحي وهو يعني تقريبا في العقد السادس يعني نقول 56 سنة أو 55 سنة على ما أتذكر يعني في هذا السن يعني البقي كله متجاوز الستين عاما أو أكثر يعني ناخد فكرة للناس برضو اللي ما تعرفش المفروض أنه بعد ما هيترشح الناس ليه انتخابات مجلس اسمه إيه انتخابات الرئاسة الجمهورية هيبقى فيه انتخابات انتخابات دي مين؟ هل الشعب كله هو اللي حينزل يقول مين أنا بانتخابه؟ طبعا يعني أنت دلوقتي تدعو كيف؟ معناها أنه معناها أنه حيبقى فيه وقت طويل زي مجلس الشعب وزي مجلس الشورى طبعا هناك فترة حملات انتخابية واتقاء بالمرشحيه من الناس هل بتدينا نعرف المفروض الحاجات دي هتمشي إزاي؟ أنا أعتقد من أول فتح باب الترشيح وربما الإعلام عليه دور في هذا الكلام من الآن فصاعدا لابد أن نتحدث عن المرشحين وشروطهم لابد أن نتحدث عن كيفية الانتخاب والإدلاق بالصوت لابد أن نتأكد من أنه الناس بس يعني بس إحنا ربما يكون لدينا يعني الانتخابات التشريعية سواء في الشعب أو في الشورى يعني رسخت لحد ما الناس عارفت دوائرها عارفت يعني أين تدلب صوتها شافت النظام يعني ربما يكون هذه الانتخابات ربما تكون أقل وطأة في العنصر الاختيار لأنك أنت ستختار من بين عدد محدود من المرشحين ليس يكون هناك ألف مرشح مثلا هل حضرتك شايف أنه أعضاء مجلس الشعب والشورى طبعا؟ نعم هيبقى ليهم دور كبير في دفع الدفة إلى مرشح معين؟ بلا شك يعني إحنا دلوقتي إذا تكلمنا عن أن مجلس الشعب ومجلس الشورى في قوة سياسية يعني حازت على أصوات أو حازت على مقاعد كبيرة جدا هؤلاء إذا كان لهم مرشح أو سيكونوا يعني متوافقين مع أحد المرشحين لابد أن هما سيكونوا فاعلين في حملته الانتخابية يعني الحرية والعدالة النور أي حزب آخر الأحزاب المصرين الأحرار الكرامة ما إلى ذلك كلهم سيدعموا مرشحهم بلا شك وسنوابهم سيكونوا يعني منخرطين في حملته الانتخابية وحملة الدعاية وحملة حجد الناس والمرشح الذي سيفوز وسيحوز الأغلبية المطلوبة لابد أن يكون وراه قوة قوة كثيرة جدا يعني مش ليس الشعب كده من نفسه سيخرج إلى الانتخابات لابد أنه فيها محاولة الإقناع في محاولة يعني للحجد والتعبئة الناس عشان تذهب إلى الصناديق هذه هي قوة سياسية سيكون لها دور كبير جدا فيها يعني فيه ناس طبعا ستكون متحمسة من ذاتها لأنه هذه المرحلة المضطربة يعني كثيرين يودون أنها تنتهي بانتخاب الرئيس وتسليم السلطة للمدنيين ربما يروف في ذلك أنه مخرج فهؤلاء ربما سيذهبوا إلى الصناديق بدوافع خاصة لكن أي انتخابات في العالم أو أي انتخابات حتى على مستوى النقابات ومستوى الجمعيات هناك نوع من التنظيم لها والحجد والتعبئة والإقناع وما إلى ذلك ابتدنا نحس في مجلس الشعب الحالي أنه بقى فيه كتلة نعم وبقى فيه تجمع لكتلة تانية اللي هي المعارضة نعم هل ده عليه علاقة بالانتخابات رئيسة الجمهورية القريبة؟ والله هي 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 القضية يعني مش انتخابات رئيسة الجمهورية وفقط يعني هناك توجهات لكل فصيل أو كل طيار يريد أن يعمل وجهات نظره فالبعض يلتقي مع هؤلاء والبعض يلتقي مع هؤلاء فبالتالي نحن نرى التجمعات أو التكتلات هي قائمة على سياسات ربما تنعكس أيضا هذه التكتلات في الانتخابات واختيار مرشح لكن مش بالدرورة نفس التكتلات التي نرى في البرلمان ستكون هي نفس التكتلات في الخارج لأن مرشح رئيسة الجمهورية سيكون بموصفات أخرى وبطريقة أخرى وعلى أرضية أخرى ربما في البرلمان يلتقي الاشتراك مع الاشتراك أو مع الرأس مال في نقطة محددة أو مع اليمين أو مع اليسار في نقاط محددة لكن في المرشح هذا هو مرشحي وهذا هو مرشحك فمش بالضرورة نلتقي على نفس العوامل التي يلتقين عليها داخل البرلمان ولكن فيه أمر واقع وهو عدد كبير من اللي راحوا سندي الانتخاب راحوا انتخبوا حزب الحرية والعدالة يعني معناها أنه لما الإخوان المسلمين حيقولوا أو بغض النظر من المرشح من عندهم ولا من بره معناها أنه لو هم قالوا للناس اللي بتحبهم يا جماعة إحنا مؤيدين لهذا الشخص معناها أنه إحنا غالباً هيبقى كسحة يعني هيبقى انتخابات كسحة للجهة اللي هو موجه الحرية والعدالة لها هو بلا شك أي قطلة تصويتية كبيرة بتصب في حزب أو بتصب في طيار أو بتصب في اتجاه معين سيكون لها دور كبير جداً زي حزب الوطني زي ما؟ بلا شك بلا شك يعني التوافق معه وبالتالي كل الناخبين أو كل المرشحين المحتملين بيحاولوا يخطبوا ود جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للزراحة السياسية على أساس أنه هؤلاء ناس منظمون في الشارع قادرين على كما تحدثنا عن عملية انخراط في الحملة الانتخابية والتعبئة وما إلى ذلك أكيد سيكون لهم دور فاعل يعني كبير هل ده واحد من الأسباب اللي ممكن تفسر لي أن أنا قرأ النهاردة في الجرنان أن سيد الأستاذ عمرو موسى بيحاول أنه يبقى فيه اتفاق بشكل أو بآخر مع الوفد؟ ده صحيح لأنه كل مرشح سيحاول أنه يعني يجمع كل الأوراق التي تكون إيجابية لصالحه يعني سيكتلة تصويتية من طيار أو من حزب أو من ما إلى ذلك لابد أن يسعى إليها أي أي مرشح من المرشحين ولابد أن يدخل فيه تحالفات وتوافقات وإغراءات ويعني كثير من الأشياء اللي بتتم في العملية السياسية يعني ليس سيذهب كده لنفسه للقتال هناك أوراق لابد أن يستثمرها ويلعب بها بغض النظر يعني إحنا طبعا يعني مش مع العصيان المدني ووجهات نظر كتيرة في موضوع أنه يا جماعة ما حدش يشتغل يوم 11 اللي جاي كويس؟ لغاية ما يتحقق نقل السلطة دلوقتي حالا هل القرار بتاع عشرة مارس هل ده ممكن يقلل من الأصوات اللي بتنادي بهذا الموضوع؟ والله إحنا بدأنا من الكلام قلنا أنه عشرة مارس لم يعطي وقتا محددا لاختصار العملية أو الفترة الانتقالية لتسليم السلطة وبالتالي نحن مجرد فتحنا باب الترشير هذا سيهدئ طبعا بعض النفوس وسيضعف حجج بعض الأطراف لكنه دعنا نتحدث عن يعني إحنا وصلنا اللي إحنا فيه ليه الأزمة اللي إحنا بنعني منها هي بأساسها هو في صراع بين يعني توجهين فيه توجه يرى أن مصر تمر بثورة حقيقية تحتاج إلى تغيير حقيقي وجذري وليس مجرد أنه يعني نرم مكان قائما وهناك طيار يرى أنه يعني إحنا ما خلاص وقعنا رمز النظام وماذا تريدون والنظام يمشي كما هو وهذا ما دار عليه الانتخابات والعملية السياسية والنقرطت فيها الناس لكن بدون أن يعني نصل إلى يعني نقاط التقاء تقنع وجتي النظر أيهما تسلم للأخرى أو أيهما تقدم للأخرى بعض التنزلات حتى نخرج من النفق المزلم اللي احنا دخلين فيه سيظل الوضع كما هو عليه ولن تكون يعني دعوات العصيان اللي هي ربما يعني لن تؤثر فيها كثيرا تحديد موعد فتح باب الترشيح ده هذا من وجهة نظرية لأنه زي ما قلت يعني نحن أمام منهجين يعني منهج بيقول أن نحن في ثورة حقيقية وهذا فرصة تاريخية لأن مصر تحدث تغييرا جدا وحقيقيا يعني يخرجها من الظلمات إلى النور ويذهب بها إلى عصر التطور والتحضر الحقيقي اللي هي يليق بيها نعم وهناك آخرين يعني مجرد ترميم ونحن لا نريد ترميم على الإطلاق يعني تمام ستطلعت اسماعيل نهايب رئيس تحرير جريدة المشهد الاسبوعية شكرا جزيلا لحضرتك يا فاندف شكرا وتنورنا تاني ان شاء الله ونكون عرفنا عشرة مارس ده معناها ان احنا قللنا المسافة نتمنى 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 شكرا جزيلا فاصل حضراتك ورجعين حالا